اشتركوا في القناة وعدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والدينية والاجتماعية وقد ألقى فخامة الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو كلمة في بداية الاحتفالية قدم فيها تحياته طيبة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني المجيد شهد فخامته بجهود جلالته في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين رغم بعد المسافة بينهما وذلك لأن العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية تقوم على المبادئ المشتركة كحرية الدين والمحتقد ونبذ التطرف كما أكد فخامته توجه حكومته لفتح سفارة لبلاده في المنامة والتي ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين وفي كلمته أكد سعادته مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن إعلان مملكة البحرين يجسد توجيهات وأهداف ورسائل جلالة الملك المفدى النبيلة في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتقارب الديني مشيرا إلى أن المجتمع البحريني يمتاز بتنوعه الثقافي والعرقي المتوارث من الآباء والأجداد لعقود طويلة ما دفع العديد من الدول حول العالم والمنظمات الدولية إلى الإشادة بجهود جلالة الملك المفدى في نشر هذه الثقافة بدوره قال معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفاء الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي لتعايش السلمي إن مملكة البحرين تقف شامخة أرضا للسلام وبوتقة استثنائية تنصهر فيها مختلف الأديان والمذاهب حيث يمارس الجميع معتقداتهم الدينية بحرية ولفت الشيخ خالد بن خليفاء إلى أن البحرين تتطلع إلى تعميق أواصر تعاونها مع دول أمريكا الجنوبية استنادا على قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والأقليم مؤكدا على أن البرازيل ستكون البوابة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف السامي رؤية ملكية شاملة وفكر نير ورسالة وضحة بأهمية الحرية الدينية للجميع تجسدت في إعلان مملكة البحرين الذي يعتبر وثيقة دولية تعبر عن فكر وفلسفة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حول مفهوم التعايش الإنساني فجلالته أول رئيس دولة على مستوى العالم يكتب مثل هذه الوثيقة التي تمخض عنها إنجازات عديدة تضاف إلى سجل إنجازات المملكة في مجال التسامح الديني والتعايش السلمي العالمي أبرزها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ويأتي اليوم تجسيدا لهذه الرؤية بانطلاق إعلان مملكة البحرين في أمريكا اللاتينية بدءا من جمهورية برازيل الاتحادية إنها فرصة طيبة بأن نستقبل اليوم هذه الرسالة من جلالة الملك حمد لقد أتيحت لي الفرصة لزيارة البحرين ورأيت بأم عيني جمال وتطور البحرين وطيبة شعبها واطلعت بنفسي على مدى الحرية التامة التي يتمتع بها أتباع الديانات كافة في المملكة ونحن اليوم نتشرف بتجشين إعلان مملكة البحرين حول السلام والتعايش هنا في البرازيل كأول دولة في أمريكا اللاتينية ونأمل أن تحذو الدول الأخرى حذونا في التوقيع على هذا الإعلان الهام للسلام والتعايش والتسامح احسنهم الناس جميلون وممتعون جميلون ومجلون لذلك هناك أيضاً المتحدة للجميع اليوم طبعاً ما ميز نشاط المركز هو في الحقيقة النقل المباشر من ريو دي جانيرو والمدينة الأخرى التي طبعاً شهدت في تبثالها المعروف في العالم العالم البحرين تزامناً مع العيد الوطني الذي نحتفل به في الحقيقة بكل فخر وعتزاز وننقل من البرازيل إلى البحرين إلى مقام حضر صاحب الجلالة الملك حامل بن عيسى القليفة ملك البحرين المفدى أسمى آيات التهنئة بهذه المناسبة وإلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء التهنئة أيضا وإلى شعب البحرين يشرفني أن أكون هنا اليوم في هذه الأمسية الطيبة للأحتفال بعياد مملكة البحرين بحضور الرئيس البرازيلي الذي شرفنا بحضوره للاحتفال معنا بعياد المملكة حيث أثنى فخامته على نهج جلالة الملك في دعم حرية الأديان والتعايش السلمي حول العالم يمثل تمثال السيد المسيح في هذا البلد الجميل ربزا للتسامح في ريو دي جانيرو ونحن اليوم نشعر بالغبطة والسعادة لرؤية هذا التمثال العظيم وهو يتوشح بألوان عالم مملكة البحرين بالتزامن مع عصف النشيد الوطني للمملكة ركائز أساسية ومبادئ شاملة تنولتها هذه الوثيقة التي تؤكد على تاريخ المملكة الذي يحتوي على العديد من المواقف المستخلصة من الواقع التاريخي في التسامح والتعايش والسلام لدينا الكثير من الأمور المشتركة بين مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة والبرازيل بقيادة الرئيس بوليسينارو فبلدانا يدعمان التعايش السلمي حول العالم وحرية الأديان ولقد تعزز هذا الأمر منذ تولي رئيس بوليسينارو زمام المسؤولية ونحن نشعر بمشاعر الأخوة تجاه مملكة البحرين لأننا نعمل معا على تعزيز هذه القيم المشتركة وسنقوم بتعزيز علاقات التعاون في هذا الصدد وكذلك تطوير علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار أن أعلان مملكة البحرين هو ترجمة حقيقية لرؤى سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى في ضرورة أن يحدو العالم حدو البحرين في تبني أرقى القيم الإنسانية حتى يعمل السلام والازدهار كافة الشعوب والأمم بعيدا عن كافة أشكال التعصب والكراهية وبهذه المناسبة لا بد أن نشكر القائمين على مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على تنظيمهم لهذا الحدث العالمي وطرحهم لمبادرات نوعية تنقل تجربة المملكة الرائدة في مجال التسامح وتقبل الآخر المختلف إلى كافة قارات العالم إعلان مملكة البحرين يمثل ترجمة حرفية لمبادرات حضارية رائدة اتخذها وما يزال يتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أفراد الجنس البشري بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية وما تشكله طبعا من قيم ورسالة إنسانية سامية لكافة شعوب العالم هذا الإعلان في جمهورية البرازيل الاتحادية أتى تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم طريق السلام انطلق من مملكة البحرين إلى بقاع العالم والسائرون عليه يحملون منهاج جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه لترسيخ التسامح والسلام وتعايش الأديان شوق العثمان لمركز الأخبار برازيليا البرازيل ترجمة نانسي قنقر